لا تنقضي معاناة النازحين بالتقادم وكلما مرت الأيام ازدادت أوضاعهم سوءا هنا في هذه المخيمات بالكاد تظهر ملامح للحياة البدائية حيث ترك النازحون وحدهم يعانون شظف العيش وقساوة التهجير المهجرون قسرا من جرف الصخر شمالي محافظة بابل والمقدر عددهم بمائة ألف أو يزيدون ما زالوا مشردين بين مخيمات الإيواء في كردستان العراق بينما مناطقهم حولتها الميليشيات إلى سجون كبيرة أو مخازنة للسلاح نازحون جرف الصخر شابه حالهم حال نازحي الموصل والأنبار فيتحدث مدير ناحية النمرود شرقي الموصل عن وضع مأساوي في مخيمات الناحية الثلاثة واصفا المشهد بالقول إن الأمطار أغرقت معظم هذه المخيمات وفقد النازحون أغذيتهم ومؤنهم بسببها فتجردوا من كل شيء وظلوا وحدهم في العراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف قالت إن مئات الآلاف من الأطفال النازحين في خطر محدق إثر انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية وتوالي سيود الأمطار مبينة أن عشرات الآلاف من أطفال المخيمات أضحوا بين فكي كماشة بلا تعليم أو أوراق ثبوتية وتتفاقم أوضاعهم كل يوم ما ينذر بجيل من الأمية والجهل حاضره مؤلم ومستقبله معتم وزارة الهجرة والمهجرين أكدت أن أوضاع النازحين صعبة للغاية ولابد من تضافر الجهود لتلبية احتياجاتهم لافتة إلى قلة الكوادر والدعم المقدم ما أثر سلبا على أداء الوزارة لا سيما مع اشتداد برد الشتاء الأمر الذي جعل النازحين في تحدي كبير يختبر صبر ساكني الخيام ويضاعف من وطأة معاناتهم لا سيما عندما تقتلع السيول الخيام والمؤنى وتجرف معها ما تبقى لديهم من عزيمة وجلد